قصة نوح عليه السلام هي واحدة من القصص القرآنية التي تحمل العديد من العبر والدروس بعث نوح عليه السلام إلى قومه الذين ضلوا عن الطريق الصحيح وأخذوا يعبدون الأصنام دعاهم نوح للإيمان بالله والتوحيد وحذرهم من عواقب الشرك والكفر ولكن قومه رفضوا دعوته وأصروا على كفرهم وعبادة الأصنام استمر نوح في دعوته لمدة 950 سنة مستخدما كل الوسائل الممكنة لإقناعهم لكنهم ظلوا مصرين على الكفر وعندما يائس من إيمانهم دعا عليهم بالهلاك فأمره الله ببناء سفينة لينجو وهو والمؤمنون وزوجان من كل الحيوانات من الطوفان الذي أغرق الكافرين تعلمنا قصة نوح أهمية الصبر في الدعوة إلى الله وأن النجاة في الآخرة هي للمؤمنين الصادقين وأن الله لا يترك عباده المؤمنين دون حماية ونصره